السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن موضوع يتعلق بالبعث والنشور والقيمة الفرار من هول الصاخة ولماذا هذا الموضوع لأننا في حياتنا يبدو أن كل كلامنا وكل أشغالنا حول الدنيا الدنيا استغرقتنا كثيرا المشاكل الزوجية مشاكل الأبناء غلاء الأسعار الصراعات التنائية هنا وهناك الدنيا وكأنها قد استغرقت كل أفكارنا وكل اهتماماتنا نريد أيها الأحبة الكرام أن نؤمن ساعة ونرفع الستار عن عالم ينتظرنا جميعا أخبر به القرآن الكريم إنه عالم البعث والنشور والفرار من هول الصاخة يقول ربنا عز وجل عن هذا اليوم الذي يسميه بأسماء كثيرة مرة يسميه بيوم الصاخة ومرة بيوم القيامة ومرة بيوم الحاقة وأخرى يسميه يوم الطامة ومرة أخرى يسميه القارعة ويسميه الغاشية ويسميه الآزفة ويسميه الواقعة ويسميه يوم البعث ويوم الفصل ويوم الحساب كل هذه أسماء جاءت في آيات كثيرة تتحدث عن يوم ينتظرنا جميعا سنخرج من هذه الدنيا ومشاكلها وهمومها ومتاعبها وسوف نلتقي بهذا اليوم مما سماه القرآن الكريم الصاخة الفرار من هول الصاخة يقول جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ظاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة إنه استعراض لمشهد مشهد البعث والنشور مشهد الناس وهم يسمعون صوت الصاخة يسكب في الحس وكأنه إيقاعات شديدة التأثير ما معنى إذا جاءت الصاخة الصاخة ياسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله تعالى وحذر منه عباده إنه اليوم الذي فيه النفخ في السور وتنبعت صيحة عظيمة تصخ الأذان هذه الصيحة لها جرس عنيف نافد يخترق الهواء حتى يصل إلى آذان البشر فيصخها صاخا إنها تصخ الأسماء حتى إن الآذان تكاد تصاب بالصمم من شدة هذه الصيحة الناس لما يموتون جميعا ويدفنون سيأتي يوم ربنا يأمر بالنفخ في السور فإذا هم قيام ينظرون كل الأموت رجال ونساء كبار وصغار حتى الصلاطين والملوك والأمراء والأكابر الكل سواء صيحة تجعل كل من في القبور يقومون وتسمى القيامة يقومون فالناس من شدة هذه الأهوال تنزعج لأن هذه الأصوات تتزلزل لها الأرض وفي هذه اللحظات ما الذي يقع الكواكب يصطدم بعضها ببعض إنه يوم تذهل فيه العقول وتفزع منه القلوب لأن السماء تضطرب والأرض تنشق والجبال تندك والقمر ينخسف والشمس تتكور والكواكب تنتثر والبحار تسجر وعدة تغيرات ستقع في هذا الكون هذا الكون الذي يبتو تابتا ويبدو أنه يسير في أمان سيأتي يوما ربنا سبحانه وتعالى سيأذن له بنهاية صلاحيته في الاستعمال كما قال جل جلاله ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون القرآن الكريم يحدثنا عن الغيب البشرية سوف تنتظر نفختين النفخ الأولى يسعق كل من في السماوات والأرض يقع هناك موت وفناء للبشرية ولكل المخلوقات والنفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون الناس كلهم يأتون إلى هذا اليوم العظيم ماذا يقول ربنا عن هذا اليوم في هذه الآية ربنا يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لاحظوا هذه العبارات فإذا جاءت الصاخة المجيء هنا مستعمل للمجاز الصاخة لا تجي وإنما وقتها يوم يفر الفرار يعني الغروب للتخلص من هذا الأمر المخيف يحكي القرآن العظيم عن هذا المشهد والناس يفرون وينسلخون عن ألصق الناس بهم الذين تربطهم بهم وشائج وروابط لا تنفصم هذه الصاخة تمزق كل الروابط وتقطعها تقطيعاً يفر المرء من كل المقربين إليه لأنه لا يملك لهم ولا يملكون له لا نفعاً ولا ضراً الكل يهرب من هول ما ينتظر لا نفعاً لوالد ولا لولد ولا لوالدة ولزوجه الكل منشغل بنفسه ويقول نفسي نفسي يفر المرء يعني يهرب من أعز الناس إليه وأقربهم إليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما معنى هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم الآية رتبتهم حسب القرابة وحسب الصعود من الصنف إلى الأقرب إلى الأعلى فأول الناس قرباً لنا هو الأخ الأخ هو أكثر الناس اتصالاً بك لشدة اتصاله بك منذ الصبع منذ زمن الصبع تكون مع أخيك تتربى معاً تلعبان معاً تنشآن معاً تدرسان معاً يوقع معكما إلف ففي هذا اليوم العصيب الإنسان يستنجد بأخيه يطلب منه الحماية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه سينتقل إلى الأبوين لأنهما أشد قرباً لإبنيهما وتقدمت الأم الأم تقدمت في الذكر لأن إلف ابنها بها أقوى منه من أبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه سينتقل إلى الزوجة وإلى البنين وهما مجتمع عائلة الإنسان أشد الناس قربة به وملازمة حتى إن الله قال لم يقل وزوجته وبنيه قال وصاحبته لماذا سمها الصاحبة دون وصف الزوجة لأنه قد يكون بين المرأة والزوج نزاع وتكون في عشرتهما غير متوافقين فربنا لم يسميها الزوجة وإنما سمها الصاحبة فهؤلاء تربطهم وشائج وروابط لا تنفصهم ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقا وكل واحد يقول نفسي نفسي ربنا سبحانه وتلا يتحدث عن هذه العلاقات بعض العلماء قال لك الفرار لا يكون من المؤمنين وإنما يكون من قرابته المشركين خشية أن يواخذ بتبعتهم إذا بقوا على ملتهم هذا المشهد يكرره القرآن العظيم في آيات كثيرة مشهد البعث والنشور في أرض لم يعصى عليها الله قط ملاهير الملاهير من البشر الكل يقوم لله رب العالمين كما قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الكل له شأن يغنيه لا يتدخل في شؤون الآخرين إنه يقول نفسي نفسي ولا أحد يستطيع أن يقدم لك الحماية وما أغني عنكم من الله من شيء الكل في نفسه ثم إن الأموال التي جمعناها في الدنيا قد لا تنفعنا كما قال تعالى ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية المال لا يغني والسلطان لا يعني هذا المشهد أراد ربنا عز وجل أن يربينا ويدخل في قلوبنا الخوف والخشية حتى لا نتمكن من الدنيا وتتمكن منا ونبقى في الصراع وفي الخلاف وحتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن هذه المشاهد قال تحشرون يوم القيمة حفاتا عوراتا مشاتا غرلا غرلا يعني غير مختنين الناس يبعثون يوم القيمة حفاتا عوراتا بدون ملابس لما نخرج من القبور يوم البعث والنشور الناس عورات رجال ونساء وغرلا غير مختنين كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الناس لما يبعثون يكون قد ألجمهم العرق والعرق قد يصل إلى الأقدام وقد يصل إلى السرة وقد يصل إلى الصدر وفي رواية قد يبلغ الشحوم الآذان هذا العرق يكتر لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون والشمس تدن من الرقاب من رقاب الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل لما كان سيدنا النبي يتحدث عن هذه المشاهد في حضرة زوجته أم سلمة قالت يا رسول الله أوير بعضنا عورة بعض هذه المشاهد الرجال والنساء والبعث والنشور فقال صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني لا ينظر الرجال إلى عورة النساء ولا تنظر النساء إلى عورة الرجال لأن الكل منشغل بهذا الفزع مما يشعر الناس عن النظر فقالت زوجة النبي الكريم وَسَوْ أَتَاهُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فكان الصحابة رضي الله عنهم لما شرح لهم النبي الكريم هذه المشاهد بقوا أيام وهم يشعرون بالخوف وبالخشية من هذا اليوم الذي ينتظر العباد وعليهم أن يعدوا له العدة ويستعدوا له فهذه الآية المعنى أن ربنا عز وجل يخوفنا بأن كل إنسان قد شغلته نفسه يوم القيامة ولم يعد يهتم إلا لفكاكها ولا يلتفت إلى غيره كل إنسان يشتغل بنفسه ويعرض عن أخيه وأمه وآبيه وصاحبته وبنيه يراهم ويفر منهم تصور الرجل يرى أمه ويفر منها والرجل يرى زوجته وتفر منه والولد يرى أمه ويفر منها ولا أحد يسأل عن الآخر لأن الهول عظيم جاء في الحديث أن الرجل يلقى زوجته فيقول لها يا هذه بأي عمل كنت لك فتقول له يا زوجي كنت لنعم البعل وكنت تتني علي بالخير ما استطعت فيقول لها زوجتي فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهابينها لي لعلي أنجو مما ترين فتقول له زوجي ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تخاف ثم إن الرجل يلقى ابنه فيتعلق به ويقول يا بني يا فلدة كبدي أي والد كنت لك فيتني عليه بخير يقول لو كنت لأبا رحيما وكنت لأبا عطوفا فيقول يا بني إني احتجت إلى مثقال درة من حسناتك لعلي أنجو مما ترى فيقول الولد يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكنني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا هذا مشهد من مشاهد البعث والنشور الذي أخبر به الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تنضي الآيات لتبين حال المؤمنين وحال غير المؤمنين في هذا اليوم العصيب سترى ما بينهما من تفاوت ربنا سوف يقسم الخلق إلى فريقين أهل الإيمان وأهل الشرك أهل الدرجات وأهل الدركات أهل السعادة وأهل الشقاء والعياد بالله هكذا قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة يقسم الله تعالى العباد هناك أهل الدرجات أهل السعادة يعلو وجوههم النور والسرور والبشر بنعيم الله بالمقابل هناك أهل الشقاء أهل الدركات تغشى وجوههم الظلمة والسواد من غضب الله أما السعداء فوجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة الإسفار يعني النور والضياء يقال أسفر الصبح إذا ظهر ضوء الشمس في أفق الفجر أي وجوه متهللة فرحا وعليها أثر نعيم مسفرة ضاحكة كناية عن السرور والبهجة والحبور وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة معناه فرحانة لأن السين والثاء في اللغة هي للمبالغة مثل استجابة يعني في طلب الشيء وهذا من البشر كما قال تعالى قال يا بشراء هذا غلام أي يا فرحتاه هذا غلام وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة هذه وجوه أهل الجنة مطمئنين عندهم بال كل طمئنان مكرمين وربنا عنهم راض بهر فيهم السرور والبهجة مما عرفوا من النجاة وما ينتظره من الفوز بالنعيم في جنات عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين في الدار الآخرة بالمقابل هناك وجوه أخرى وجوه يومئذ عليها غضرة ترهقها قطرة لتحدث ربنا عز وجل عن وجوه الأشقياء الذين كانوا في الدنيا في غفلة لا يؤمنون بالله وكانوا في غيهم يعمهون ويظلمون ولا يستكنون هؤلاء الأشقياء قالهم يومئذ وجوه يومئذ عليها غبرة غابرة بفتحتين يعني الغبار كله صار على وجوههم فالوجوه معفرة بالغبار من أثر الكبوات أنهم يسيرون ويسقطون يقبون كبو وراء كبو كما قال النبي الكريم يلجم الله غير المؤمن يلجمه بالعرق ثم تقع عليه الغبرة على وجوههم ترهقها قطرة أي تغلب عليهم وتعلوها القطرة القطرة بفتحتين أيضا هو شبه دخان يغشى الوجه من الكرب والغم يعني هناك سواد الوجه والعياذ بالله هذه وجوه غير المؤمنين تغشاها قطرة وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة وهذه وجوه عليها غبراء وفيها قطرة ثم قال أولئك هم الكفر الفجرة زيادة في تشهير حالهم الفضيع للسامعين لأنهم كفروا بنعمة الله أعطاهم الله النعمة لم يشكروها ولم يعملوا بمقتضاها بل وكذبوا بآية الله وتجرأوا على محارمه هذه أيها الأحباب الكرام مشهد من المشاهد الذي هو حق أخبرنا به المولى عز وجل حتى نشعر بنوع من الخوف والخشية ولا نكون في الدنيا دائما في سراعات ودائما نسيء إلى الآخرين نعلم بأن هناك يوم الحساب يوم الجزاء هذا اليوم فيه كله عدل ليس فيه ظلم كما قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وقوضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون هذا اسمه يوم الحساب لابد أن نعتبر أيها الأحباب الكرام أننا في حياتنا الدنيا في علاقتنا الأسرية في علاقتنا في العمل في علاقتنا مع الجيران في علاقتنا مع كل الناس نعلم بأن هذه الدنيا ثانية وأنه يتبعنا يوم الحساب لابد أننا سوف نحاسب على كل أعمالنا وخصوصا الغافلين عن الصلاة كما قال النبي الكريم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ثم يسأل الإنسان على أمور مهمة في حياته لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به أمور أساسية نسأل عنها علينا أن ننتبه أيها الأحباب الكرام من الغفلة لأن الغفلة تكود قد سيطرت على أفكارنا وعلى سلوكنا وعلى كل معاملاتنا نعلم جميعا أن هذه الدنيا ثانية زائلة منتهية نحن نصارع المحاكم ممتلئة بالخصامات مع الناس مخافر الشرطة أيضا ممتلئة والسبب أن الناس لم يعودوا يهتمون بأن هناك بعث ونشور وقوف بين ملك ملك في يوم الحساب لو أن الناس استحضروا هذا الأمر لقلت النزاعات وقلت الصراغات وقلت الطلاق وقلت ظلم وقلت الغصب والنهب والإحتيار كل هذا يقل لما نعلم بأن الدنيا فانية وزائلة ومنتهية لا محالة وأن بعد الدنيا تبدأ رحلة الحقيقية إلى حياة الآخرة الأبدية يرحل إليها الملوك ويرحل إليها الرؤساء ويرحل إليها القبراء ولا يتنفع الألقاب إلا العمل الصالح كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هكذا ربنا يحذرنا بأن هذا اليوم لابد أن نخشاه لابد من صفات المؤمنين عنده الخشيع أنه يعمل وعنده خوف لا يخاف من غلاء الأسعار ولا يخاف من السلطات ولا يخاف من كده بل يخاف من لقاء الله يخاف من البعث والنشور يخاف لما يكون بين يدي رب العالمين ويسأله هل ضيعت الأمانة هل أديت الواجب الذي عليك هل ظلمت أحدا يخاف يخشى اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولكن مع كل هذا فإن الله تعالى بشرنا بشرنا بأنه هناك أناس طيبون صالحون سيكونون في ظل عرش الرحمن ربنا عز وجل سوف يضع عرشه ويعيش الناس تحت ظله في هذا اليوم العصيب الله تبارك وتعالى يرحمهم ويكرمهم لأنهم أطاعوا في الدنيا في السر والعلن ويضلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلنا منهم هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل لعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه لهذا أيها الأحبة الكرام علينا أن نستحضر دائما أن هذه الدنيا فانية وأنه ينتظرنا موت ثم بعث ثم نشور ثم جزاء علينا أن نستحضر هذه المبادئ ونحن نعيش حياتنا الدنيا ونحن نعمل ونحن نكون مع الأزواج والأولاد والأحباب نستحضر لا نظلم نستحضر أننا لا نحكر على الأشياء كثيرا نستحضر أننا نأخذ الأشياء ببساطتها الدنيا لا تساوي عند الله جنح بعوضة لا تعظم الدنيا في قلوبكم يسيروا يسيروا ولا تعسيروا من كان عنده مظلم لأخيه فليؤدها له فإن لم يجد فليطلب منه الصفحة الآن يطلب المسامحة ولا تحبون أن يغفر الله لكم تجاوزوا عن زلات الآخرين تجاوزوا عن زلات الآخرين لا تحاسبوهم عن خطاياهم قل عفى الله عما سلف حتى إذا كنا عند الله يوم القيامة تجاوز عن خطايانا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأكثر دوما من الصلاة والسلام على مقام رسول الله لأن في يوم البعث والنشور الناس ينتظرون من يشفع لهم الشافع بعد ربنا يأدى له هو سيدنا النبي يعطيه مقام الشفحة لهذا علينا جميعا أيها الأحباب الكرام أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي الكريم أولا لأن الصلاة عليه تجعلنا نتمسك أكثر بسنته الطاهرة وتجعلنا ندخل إلى رحاب الإيمان واليقين وتجعلنا نتراحم فيما بيننا الصلاة على النبي تعطيك التراحم مع الآخرين وتحبب الخلق فيك وأنت تحببك في الخلق ويحبونك وتحبهم ثم إذا كان يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر ويوم الخوف الأكبر في المشهد الأعظم تكون من الآمنين لأن النبي الكريم يشفع لنا أجمعين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله